هذا وقد بدأ المسلمون في معظم دول العالم العربي والإسلامي عيد الفطر المبارك بصلاة العيد في الجوامع والسحات أملين أن يعمى الأمن والسلام على بلدانهم في أجواء ملؤها المحبة والألفة والبساطة أطل عيد الفطر السعيد على الدول العربية والإسلامية في يوم شهد العديد من المشاهد الروحانية في مصليات العيد ففي العراق وفلسطين تشابهت أجواء العيد الصباحية حيث صلى جموع المصلين صلاة العيد ومن بعدها امتلأت الشوارع والأسواق بالصغار والكبار فرحين بعيد المسلمين آملين بأن يديم الله عليهم نعمة الأمن والأمان عيد فطر المبارك أسأل الله أن يحفظ العراق والعراقيين ولأن للعيد نكهة مختلفة عن بقية الأيام تحرص الفلسطينيات على صنع كعك العيد لتضيف رائحته لأجواء المكان طعما آخر نفرح الأولاد بكعك العيد طول النهار يما مع ملكعك يما مع ملكعك مش قادرين نشتري لهم أواعي العيد فقلنا بنفرحهم بالكعك ومن الدول العربية إلى الدول الإسلامية في شرق آسيا حيث ماليسيا وباكستان وبنجلاديش وغيرها من الدول التي حرص المصلون فيها على أداء صلاة العيد صغارا وكبارا لتبدأ من بعد الصلاة التهاني والتبركات بالعيد السعيد جميعنا ننتظر أجواء العيد فهو عيد المسلمين في العالم أجمع فصلاة العيد تبعث شعور الطمانينة والسلام ومن المشاهد الملفتة في باكستان في العيد هو حرص الباكستانيات على الظهور بأجمل حلة فلا بد أن تتزين أيديهن بنقوش الحناء وبارتداء الحلي ومن ثم التجول في الحدائق والمجمعات التجارية شكرا